أنبى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حافظه الله اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور حفل التوقيع الرسمي لتأسيس كرسي باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في جامعة لا سبينزا روما لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان وأضاف سموه أن كرسي جلالة الملك الذي منح إلى أفضل الجامعات في إيطاليا وأكثرها عراقة سيسهم في تدريس الشباب من مختلف بقاع العالم القيم النبيلة التي تنادي بها البحرين خاصة التقريب بين الأديان والمذاهب والإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ القدم في تثبيت هذه القيم في المجتمع البحريني الذي شكل الانطلاقة الحقيقية لكرسي جلالة الملك المفدل لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان نحو العالم بالإضافة إلى تدريس الطلاب للقيم والأخلاق العالية والتسامح بين الجميع وكان اسمو الشيخ ناصر بن حمد قد افتتح فعاليات هذه البحرين هذه البحرين والتي يقيمت في العاصمة الأطالية روما ونظمها اتحاد الجاليات الأجنبية في المملكة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية في البحرين بحضور عدد كبير من الجماهير التي توافدت لحضور هذه الفعاليات وخلال كلمة سموه في الافتتاح أكد أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملكة المفدة تعتمد على تاريخ تليد عريق قائم على التعايش السلمي ونشر قيم التسامح والاعتدال والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات وتمسكها بقيم بل تمسكها بقيم العدل والمساواة والمساهمة في الارتقاء بالحضارة الإنسانية القائمة على المبادئ السامية للتعايش بين الجميع جميع طوائف والاديان الذي كان يميز البحرين منذ القدم وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين كانت ولا زالت وستبقى مهدا للتنوع والتعددية والتسامح والتعايش بين الجميع إيمانا منها بتحقيق الحياة الكريمة والآمنة والتمتع بكامل الحقوق التي كفلها لها الدستور البحريني وعليه واجبات انتجاه المملكة التي تحتضنه وتكفل له كل شيء مشيرا إلى أن مملكة البحرين ماضية في نهجها للحفاظ على ثوابتها وركائزها القائمة والحفظ بل الحفاظ على الحرية واحترام كافة الأديان والثقافات وستبقى البلد المناسب الذي يرعى الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم بجميع ثقافته وأديانه ومعتقداته مضيفا سموه أن المملكة وبفضل تكاتف أبنائها والمقيمين على أرضها مع القيادة السياسية ساهمت ومنذ القدم في إبعاد مملكة البحرين عن التعصب والتطرف ووضعت لها القوانين التي تكفل للجميع الاحترام والتقدير على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مؤكدا أن البحرين ستظل على الدوام واحدة التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال لتظل البحرين حاضنة لجميع من يعيش على أرضها ويعمل لخيرها وصلاحها دون أي تفرقة أو تميز وأشار اسم الشيخ ناصر بن حمد إلى أن الفرصة سانحة للتأكيد على رسالة البحرين الصادقة تجاه جميع من يعيش على أرضها انطلاقا من العاصمة الإيطالية روما التي تعتبر واحدة من الدول التي تمتلك تاريخا طويلا ومتميزا من التعايش والتسامح بين جميع الطوائف وتحتضن مختلف الأديان وما جاء اختيار البحرين لإقامة هذه الفعالية في روما إلا لإيمانها العميق بالحضارة التي تمتلكها وتاريخها الكبيرة الذي سطر أروع الملاحم في المحافظة على وحدتها وحضارتها والتأكيد على أنها حاضنة للجميع مشيرا سمو بالعلاقات الطيبة والوثيقة التي تربط بين البحرين وإيطاليا التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة والقائمة على الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة كما شهد أسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حفلة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة لاسبينزا وجامعة البحرين لتجشين برامج تبادل طلابية وقع الاتفاقية من جانب جامعة لاسبينزا سعدت السيد إيغوينو غواديو بما وقع الاتفاقية من جانب جامعة البحرين الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة كما حضر أسمو توقيع الاتفاقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر